دلوقتي ودلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشقر محمد حمزة وعمل ألحانها الملحن الشاب بليخ حمدي لا مش ده اللي عايز أقوله دلوقتي بقى عايز أتكلم على العمرة العمرة اللي هي ايه بص انت بايد عنك لما يبقى واحد بصصلك في جيبك فيشوف اي سبوبة جايلك كده لكي شفت يا عم بقى بيأكلوا فراخ صدق ده يحصل من أفراد مفهومة مرضى إنه ما يحصل من دولة ده اللي مش مفهوم الفترة اللي فاتت دي السعودية قررت تعمل نظام جنيد للناس اللي عايزة تعمل عمرة بدون تأشية وتقدر تدخل المملكة لمدة أربع تيام وتعتمر وتخرج تشكر السعودية عايزين انت من السعودية عايزة عامل عمرة معاك تأشية أربع تيام يا معلم بعد أربع تيام تكون خارج قولي عمرة مش محتاجة الجودة كله أوكي يعني تخش أربع تيام تعمل عمرة تخرج القرار ده ضيع سبوبة على الحكومة المصرية وعلى الغرب بتاع الساحة الدينية فقررت الحكومة المصرية هنطلع سبوبة بدين يعني فقررت تعمل إيه باها؟ هو السعودية هتكسب وأنا لأ؟ طيب حلو قاوي احنا نعمل بوابة للعمرة انت مش مصري؟ شيل بقى يا عم أوعد سدق انك انت تقدر تطلع كده السعودية أربعة يام وترجع تعمل عمرة منك للسعودية؟ لا ده فيه حواجز وأسوار وراء أسوار احنا هنعمل بوابة اللي عايز يعمل عمرة يعدي من البوابة دي اسمها بوابة المعتمرين أو يعني اسمها أي حاجة اسمها ملوط فيه بوابة العمرة المصرية هي الجهة الشرعية الوحيدة الوحيدة للمصريين لأداء فريضة العمرة وأي شخص يسافر بطريقة أخرى سيتم منع من الصفر تابني فاكة انك هتغرب مني تروح السعودية تعمل عمرة وتصرف وأنا لأ ما ينبنيش من حق من الحب جانب لا يا معلم ما تقدرش تطلع تعمل عمرة غير من البوابة دي واي شخص يعني الناس بقى في التعليقات على الخبر ده قالوا ده حتى العمرة بيصعبوها علينا وعايزين يطلعوا منها سبوبة والله ما أنا اللي قلت ده هم اللي قالوا بلتجة صريحة لصالح أعضاء غرفة السياحة السياحة الدينية يا هودا يا هودا السياحة الدينية اللي هم أصحاب الشركات السياحة تفرد باركود ما هو إلا سبوبة وكل شيء تبيه أو بالسعر اللي عايزها وفلوس بتتدفع بس من غير أي خدمة استغلال وتضييق على المعتمرين لو الهم والنشاط ده في مطارد التجار المقدرات ما كانش البلد مالية مقدرات هنسافر برضو من غير باركود وربنا مش هيكسبكوا دنيا ولا آخرة إيه دي عليهم يا هودا عملوا عمر شعبان وضربيهم دعوة هناك حد قالهم إيه هيسيبوكوا تعتمروا كده بسهولة لا طبعا لازم نزلكم ومنتم فاكرين إيه الدول الأخرى مفتوحة لهم يعتمروا في أي وقت والفيزا تسهلت على الدنيا كلها إلا الإدارة في مصر مصممة يكون من قبيلة قريش رحاب بيقول أو بتقول الله ينتقم ممن يعوق الوصول إلى بيت الله زمان كانوا بيحكولنا قصص عن قطعة طرق اللي بيطلعوا على قافلات أو قوافل الحجاج والمعتمرين كبرنا وشفناهم أمل قايت لك لا حول الله يا رب تبليه بتصعبوها على الناس السعودية نفسها مساحلها وعمل عمرها أربع تيام على الطيران السعودي بتاعها وبأسعار مخفضة جدا احنا بقى لازم صعبوا على الناس محمد قال معلش قصو الكبار بيتقمسوا بدل ما يفكروا تفكير أكتر إيجابية لجذب السياحة لمصر ويقلدوا الخليج محمد عبدو بيقول شغل عشان تعدي ما فيش دولة في العالم عامل الموضوع ده إلا مصر ربنا أستروا على الناس أما إبراهيم فقال السيسي ايه بيعوض أيام كورونا وعمل عمرها لمدة أربعة أيام على الطيران السعودي لمالي بيت الله الحرام والحكام المصرية بتقيد السفر لفرض رسول المالية اتقوا الله في الناس بقى حتى العمرها والحج هتوقف فيها زي اللقمة في الزور بجد حاجة بقت مستفزة حسب الله ونعم الوكيل الخبير الاقتصادي إيهاب الصمرة هو إيهاب صمرة أنا قصدي علق على القصة دي وكتب البص ده بيقول لا قانون ولا دستور يقول نمنع إقامة شعائر دينية لحد ما يحصل فلوس المسألة دخلت في عداوة مباشرة مع شعب أغلبه مسلمين ومحاربة في الشعائر حتى اليهودي والكافر كان يخاف يغضب المسلمين لو منع شعائرهم لم نصل لهذا الانحطاط من قبل انحطاط وصل إلى حد المحاربة محاربة فضيلة الأمم الأكبر ما رأي الشرع في من يمنع المسلمين من أداء شعائرهم ويفرض عليهم عقوبة في حالة قيامهم بها أعلم أن الإمام الأكبر لا يخشى في الحق لو متلها وأنتظر رأي فضيلته طب أنا مش أوصل للإمام الأكبر فضيلة الشيخ لكن أوصل للشيخ أسام لو بيسمعنا إيه رأي الشرع في القصة دي شيخ أسام وانت عاد سمعنا دلوقتي إيه رأي الشرع رأي الشرعي في قصة البوابة اللي بتتخرج الناس للعمرة دي الدبلوماسي مصر السابق السفير محمد مرسي علق وقال إن الرسوم دي غير دستورية رسمها إتاوى تسير جدلا في مصر رسوم غير دستورية تلزم المعتمرين والحجاج ببار كود للسفر السعودية وقال تعليق قال الدبلوماسي المصر السابق السفير محمد مرسي أنه لا يحق لوزارة السياحة فرض هذه الرسوم الإتاوى غير دستورية وغير مبررة موضحا أن مكة والمدينة لا تقعان داخل مصر حتى تفكر وزارة السياحة في فرض رسوم على زيارتهما وتابع إذا سيرنا هذا الجدل فعلى المسافرين لزيارة الفاتيكان وبرج إيفيل والشانزيليزي واللوفر وغيرها دافع رسوم مماثلة أيضا كما أن وزارة السياحة وشركات السياحة المصرية لا تقدم خدمات محددة تبرر طلب هذه الرسوم التي كانت قبل التعويم أربع تلاف جنين أنا بضم صوتي لصوت السفير محمد مرس إذا أنت هتفرض رسوم على ريح يعمل عمرة إفرض رسوم على اللي رايح بقى بيت المغبس ما هو رايح يعمل برضو حج وإنتم متفقين مع بعض يعني إفرض رسوم على اللي رايح يعمل سياحة واحد بقى اتفق مع شركة سياحة ورايح زي ما بيقول كده يزور بورج إيفيل أو مدحف اللوفر أو الحاجات دي دفع بقى إنما إشمعنا الدين إشمعنا العمرة أنا ما شفتش جشع بالطريقة دي غير على نظام السيسي